طيب بالنسبة لمصطفى فتحي لمصطفى فتحي حصلت مكالمة ما بين شكبالا ومصطفى فتحي حصلت من حولي عشرة يام بالزبط الشكبالا بلغ مصطفى فتحي في المكالمة إن المسؤولين في النادي الزمالك عايزينه والقضية متمسكة به وقال له إن فلستك في المشاركة مع الزمالك هتكون أكتر من أي نادي تاني مصطفى فتحي كان يضع în recomment إنه إذا واجعت مصر عايزي يوجع الزمالك خلاص الموضوع بالنسبة لي أن أنا عندي رغبة أن أجي الزمالك طيب ببساطة كده خلاص الموضوع يتقفل المسؤولين جوا نادي الزمالك مهما كان تأكدات مصطفى فتحي أنه هو عايز ييجي وأن الأولاية للزمالك بس ما عندهمش ثقة 100% أنه مصطفى فتحي مش هيروح الأهلي حصل تواصل الأيام اللي فاتت ما بين إدارة نادي الزمالك والتعاون الزمالك ليه حوالي 400 ألف دولار مستحقات متأخرة طيب أنتوا طلباتكم إيه لو هتبيعوا اللعيب نادي التعاون أنا اشترته بمليون فعلى أقل لو هبيعهم مثلا هبيعهم مليون ونص أو مليون وربعمية مثلا ففي مفاوضات وفي خط اتصالات ما بين الزمالك وما بين نادي التعاون لكن الأهلي موجود في الصفقة بقوة وبأكد ليك أن رغم تأكيد مصطفى فتحي الشيكبال أنه هو الأولاية للزمالك لكن المسؤولين جوا نادي الزمالك بالنسبة لهم أن كل الاحتمالات واجدها يعني ممكن مصطفى فتحي هو الأهلي ده اللي خليهم اليومين اللي فاتوا أنهم يقضوا خطوات جدة في الملف يعني النادي الأهلي مفاوضات بالنسبة له مع مصطفى فتحي بعيدة عن نادي التعاون موجودة موجودة جدا جدا يعني